بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع الثاني إزاي نجيب قيمة السمي أنيوال كومباوندينج لدولار بانترست مية في المية كومباوند يرلي. يبقى الأول هنبتدي نرسم المحور الأفقي اللي هو التايمين يير والمحور الرأسي اللي هو قيمة الفاليو. عندي واحد دولار عند التايم تي بتسوي زيرو و فكعلاقة خطة مستقيمة كنا بنقول إن الفيوشير فاليو عند التايم تي بساوي واحد. بتساوي بي نوت زائد الاي في بي نوت في الان. البي نوت بواحد زائد الانترست مية في المية مية على مية في المبلغ اللي هو واحد دولار. في واحد اللي هو التايم واحد زائد تأريد المية واحد في واحد بواحد يبقى واحد زائد واحد ثاوي اتنين. يبقى أنا عند دلوقتي عند التايم تي واحد Article دولار وعند التايم تي زيرو بتساوي واحد دولار اوصل النقطاتين ببعض انا دلوقتي محتاج ان انا احسب الكمباوندينج عند السمي انيوال والسمي انيوال يعني بعد نص سنة فباجي عند التايم تي بتساوي نص واجيب المسافة دي مسافة دي هي عبارة عن المتوسط بين واحد واثنين يبقى واحد زائد اثنين على اثنين يديني واحد ونص دلوقتي انا عايز اوصل دي الصيغة اللي هي بتاعت سمي انيوال يبقى انا السمي انيوال اللي هو نص يبقى انا باخد البي نوت وباخد الواليو عند السمي انيوال اللي هي لسه مطلعنا بواحد ونص نشوف الشريحة اللي بعد كده السلايد انا عايز احاول الى او اجيب كمباوند انتريست يبقى هنا برضو الطايم مرة دي يبقى بالسمي انيوال انا عندي واحد سمي انيوال واثنين سمي انيوال اللي هو يديني السنة فانا عندي القيمة الاولانية اللي هي البي نوت بتسوي واحد دولار والقيمة عند واحد سمي انيوال او نص سنة بتسوي واحد ونص يبقى انا عشان اجيب القيمة عند سنة هي عبارة عن واحد ونص على الواحد دي قيمة الفاكتور اللي هو نفس القيمة دي اف بي اتنين على الواحد ونص فكأن انا بقول الواحد ونص تربيع مقسومة على القيمة اللي قبلها هتديني اتنين دولار وربع. ويبقى انا حققت من تابل اربعة تلتاشر بالانس افتر واحد يير وان هندر بسن نومن الانتريست الفريكونسي اتنين سيمي اانوال الدولار لما يحصل لكم باوند انتريست سيمي اانوالي يديني قيمة اتنين وربع اللي احنا حسبناها مع حضرتكو ويبقى حققنا شارت الجدول. تعال بقى نشوف العلاقة اللي احنا هفظنا بتقولك ان الفيوتشر فاليو بتساوي بينوط اللي هو واحد دولار في واحد زائد اي على ان في ان قس تين. يبقى واحد زائد الاي اللي هو مية في المية. ان بيقولك خط باثنين في حالة السيمي اانوال. يبقى هنا اثنين قس اثنين ضرب الوقت اللي هو اثنين اثنين في واحد باثنين. يبقى القيمة دي بتديني اثنين وربع. فكأن انت خط دولار. الكمباوند اه انترست فاليو بتساوي مية في المية بس سيمي اانوالي فبديك اثنين وربع. في حالة الحالة الاولينية اللي هي السيمبل انترست ان انت خط دولار واستصمارته كسيمبل انترست فبديك اثنين دولار. يبقى دايما الكمباوندينج بدي فيوتشار فاليو اكتر من الفيوتشار فاليو بتاعة السيمبل انترست. عشان كده العلاقة دي خط مستقيم والعلاقة التانية هي عبارة عن مجموعة من الخطوط متغيرة الميول. هنستكمل مع حضراتكم ان شاء الله بالنسبة للموضوع التاني اللي هو كورتر. ما زلنا مع الواحد دولار بون هندرد برسنت كمباوندد ييرلي. نرسم الشكل بتاعنا اللي هو عندنا واحد دولار عند الطايم بي نوت عند تي نوت وعندنا اثنين دولار حسبناهم من خلال العلاقة انها يساوي واحد واحد دولار زائد مية في المية في واحد في واحد يساوي اثنين دولار. وخدنا الخط المستقيم. المرة اللي فاتت جينا كؤسمنا السنة الى نصفين على اساس سيمي انيول. المرة دولار عايزين نحسب كومباوندد كورتر دي. فانا باجي عند واحد كورتر من السنة اللي همني ان انا احسب قيمة الفيوتشر فاليو عند ربع سنة. القيمة بتاعتها هتساوي كخط مستقيم بي نوت زائد آي ان في بي نوت. البي نوت عبارة عن دولار زائد الانتريست مية في المية يبقى مية على مية. الان المسافة دي ربع ربع سنة يبقى المسافة دي ربع مضروبة في قيمة الدولار مضروبة في اه اه حصل الضرب هتديني مية على مية بواحد في ربع. ديني خمسة وعشرين في المية اجمع بالواحد هتديني واحد وربع. انا همني القيمة دي اللي هي واحد وربع وباخد القيمة الاولانية عشان اخش بيهم على الاكسبونينشيل فانكشن. نشوف الشريحة اللي بعد كده مع حضراتكم. انا عايزة ارسم الاكسبونينشيل فانكشن ده. يبقى ادي التايم في الكورترز وده الفاليو بتاعت الفلوس. اول قيمة عند بي نوت اللي هي بواحد الدولار. والقيمة بتاعت واحد كورتر اللي انا جبتها وما ارفاتت اللي هي واحد وربع. عايز احسب قيمة الدولار بعد مرور سنة. بعد مرور سنة يعني اربعة كورتر. يبقى المسافات دي كلها متساوية. لو حبيت تحسب عند الكورتر التاني فبتقول ايه? بتقول واحد وربع تربيع على الواحد يديني قيمة الكورتر التاني يبقى واحد دولار بعد اتنين كورتر او بعد نص سنة يبقى قيمة الدولار بعد ما حصل الانترست. لو عايز اجيب ثيرد كورتر بقول ايه? بقول القيمة عند الثيرد كورتر بتساوي ده تربيع برضو. مقسوما على الواحد وربع يديني عند الان بتساوي اربعة القيمة دي بتساوي واون بوينتو فايف قس اربعة. لانه كل مرة بتقسم بتقول ده على ده. وده هو تربية ده. وده هو تربية ده. ده قس تلاتة من ده. يبقى ده هيوصل انه يكون قس اربعة. تعالى نشوف القانون اللي احنا بنحفظه انه هو اف بي بتساوي واحد زايد الاي على ان قس ان تي. يبقى عندي واحد دولار زايد الانترست اللي هو مية في المية. على الان. كنا بنقول ان السنة فيها اربعة كورتر فبنقسم على اربعة. وبناخد الرقم ده نحطه في القس ونضرب في عدد السنين اللي هي سنة واحدة. هيديني نفس القيمة اللي هو تو بوينت فور وان فور زيرو سيكس. وده متفق مع الجدول اللي هو تابل اربعة تلاتاشر لقيمة الدولار بعد استثماره بانترست ريت وان هندرد برسنت كورتر لي. الحالة الثالثة بتاعتنا ان احنا عايزين نعمل كومباوند منثلي. وان هندر برسنت كومباوند منثلي. بجيب الشكل بتاعي اللي هو بتاع اللي احنا ابتدينا بيه كل مرة بناخد منه قيمة عند عند نقطة الكومباوند. فدلوقتي انا عايز اعمله منثلي. فاذا رسمت السنة في المحور الافقي time in year. فان الشهر هو واحد على اتناشر من السنة. وانا عندي الخط ده دولار في التايم تي زيرو. وعندي اتنين دولار عند التايم تي بعد سنة. يبنى محتاج ان انا احسب العلاقة اللي هي قيمة الفاليو بعد مرور شهر. دي الاسبات بتاع كل مرة ده احنا بنكرره ان بيه نوت بيساوي واحد دولار وان بتساوي سنة والانتريست 100% يبقى بعد سنة بيساوي واحد زائد اي ان في تي. اللي هو بيساوي اتنين. يبقى انا عندي هنا واحد وعندي هنا اتنين. باجي عند واحد على اتناشر. واحد على اتناشر بحسبها ان واحد شهر. يبقى اقول واحد زائد 100% في واحد على اتناشر في واحد بيساوي وان بوينت او ات ثري ثري ثري. عشان احوله الى كومباوندد بنروح الشريحة اللي بعد كسه. ادي الشكل بتاع الكومباوندد اللي هو الاكسبوانيوتشير فانكشن عندي. عندي بي نوت بيساوي واحد. وعندي بعد مرور شهر. لان هنا بقى حطينا التايم تابل بالمانث. عند مرور شهر حيبا وان بوينت او ات ثري ثري. مطلوب ان انا احسب الدولر ده بعد مرور سنة. القيمة دي دايما بتبقى ازياد من قيمة الاتنين دولار اللي هي في حالة السيمبل. طيب ازا حبنا نحسب القيمة الاولانية بي نوت هي واحد. والقيمة بعد شهر بتساوي واون بوينت او ايت. طيب القيمة بعد شهرين بتساوي ايه? بتساوي ده تربيع على اتنين. والله هو بيساوي واون بوينت او ايت ثري ثري سكوير. بساوي واون بوينت واون سيبن تلاتة خمسة. وبعد تلاتة تشهر بقول ان هي بتساوي واون بوينت او ايت ثري ثري أس ثلاثة اللي 1 2 7 1 4 بعد مرور سنة يعني بعد مرور 12 شهر هيديني 1.0833 أس ثلاثة يعني الدولار بيساوي 2.613035 تديني بدولار استثمرنا 100% باستعمال كنباوندد منثري هيديني 2.613 اللي هو القيمة دي أزيد من 2 دولار في حالة السيمبل انتريست ودي متفق معنا في الجدول إذا حبينا نحسبه بالعلاقة المعروفة إن FB بتساوي 1 زاد I على 3 إن هنا بتساوي 12 اللي احنا متعودين نحطها وال12 دي مكرر فوق في عدد السنين ما عنديش غير سنة واحدة فالقيمة دي حتلاقيها متفقة معنا اللي هي بتساوي 2.61335 دلوقتي احنا في الحالة اللي هي ما زلنا مع الدولار اللي هو دخل بيعمل بيسا انتريست كنباوندد 100% لكن كنباوندد دي لي باخد الرسمة الأولانية برسم المحور أفقي time in year والمحور الرأسي قيمة الفاليو ونفس اللحنة كررنا كذا مرة إن العلاقة هي علاقة خطية تبتدي بـ 1 دولار وبعد مرور سنة هي 2 دولار يبقى أنا عايز النقطة اللي هي 1 على 365 من السنة للسنة فيها 365 يوم فلو اسم 1 على 365 وأجيب الفاليو وبعدين بعد كده المرحلة التانية إن أنا أروح للإكسبونينشل فونكشن وأحسب قيمة الكمباوندد دي لي برضو نفس الحسابات المكرربي نوت بتساوي 1 دولار وإن بتساويير واحد I بتساوي 100% FV عند N بعد السنة بتساوي 2 دولار أنا دولارتي عايز أجيب 1 على 365 فلو حسبتها كخط مستقيم هيقول لك B نوت زائد IN في البي نوت ال-I 100 على 100 وال-N هنا 1 على 365 يوم 1 على 365 في واحد اللي هي القيمة 1 دولار يدين 1.0027397 الشريحة اللي بعدها اللي هي نفس الإكسبونينشل فونكشن عشان نجيب الكمباوندد ديلي عندي النقطة الأولانية عند B نوت 1 دولار والقيمة دي 1.0027 اللي احنا لسه حسبينها بس الـ Time موجود في الـ Day وهنا بعد مرور السنة يبقى الـ Time Scale ده متأسم الي إلى 365 مسافة النقطة الأولانية هي الدولار ونقطة التانية اللي هي 1.0027 عند يوم واحد عايز أحسب 365 فكأن أنا بقول 1.002739 أس 365 بتقسم ده على ده بتقسم ده على ده بس تقسم ده على ده بتقسم ده على ده فبتوصل الآخر إلى الرقم بتاعك بيسوي 2.714567 العلاقة اللي احنا واخدين عليها اللي هي 1 زائد الـ I على الـ N في N.60 يعني 1 زائد الماء في الماء 365 365 بتطلع هنا وتضر في عدد السنين اللي هو سنة هيديني برضو نفس القيمة 2.714567 وده متفق مع الجدول اللي هو بيقول لك balance after one year 100% nominal interest various compounding frequency هنا الـ Frequency هي 365 او daily بتساوي 2.71456 برضو نرجع نقول إنه الـ compounded interest بعد سنة في حالة الـ compounding أكتر من الـ 2 في حالة الـ simple interest او الـ compounded annually أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته